السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم سعود الخمير صاحب دونة سعود نولوجي التقنية وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن شيء خاص بالتصوير وهي كاميرا السوني A77 زي ما لقبوها بعد الريفيوات بملكة كاميرات الإطار المقطوع جيني السؤال المشهور والأسطوري وش أحسن في الفيديو فيه ولا الفايف دي طبعا ما يصح أنك تقارن كاميرات إطار مقطوع بكاميرات فل فريم ليش؟ لأن بالمختصر الشديد الفل فريم أفضل لأنه سنسور أكبر ويعطيك جودة أكبر ويسمح لك أنك ترفع الآيزو بدون يعني تأثير في الصورة بشكل أكبر عشان تشوفون جودة كاميرات الأيخ 77 مع الفايف دي لاحظوا الفيديوات اللي قبل كنت مصور الكاميرا اللي أمامي هذه كانت الفايف دي لكن الكاميرا اللي جاي على المنتج كانت الـ A77 وزعت الإضاءة بشكل جيد سويت الإعدادات بشكل جيد يعني بشكل منطقي إنها بتطلع لك صورة جيدة لا من خلال الإضاءة ولا من خلال الحدة ولا من خلال الفاكس يعني التركيز والعزل والفل السؤال اللي مفروض تطرحه وش أفضل هي ولا من نفس فئتها من الإطار المقتول مثلا بيجيني واحد من كانون بيقول لي وش أفضل هي ولا الـ 7D هي ولا الـ 60D طبعا حسب ما شفت التست مواقع الفوتوغرافية في الفيديو وجدت إن الأغلب يقول إنها أفضل من الـ 7D لكنها مشابهة للـ 60D لكن هي تتميز عن الثنتين كلهم إن فيها الفوكس تلقائي في الفيديو وببين نقطة مهمة قبل لا نبدأ نوريكم الكاميرا وتصميمها والأشياء الفتاكة فيها يعني يوم سويت بحث سريع في المنتديات العربية بين الفرق بين الـ A77 والـ A65 في الأغلب أجد الإجابات يا رجال نفسها بس الحجم أصغر يعني مو بمنطق إن الفرق ألف دولار بس فرق في الحجم إني أتمنى إنكم تراجعون المقال النصي لأنه ما راح نقول عن مميزات الكاميرا إنها مثلا 24 ميجابيكسل وإنها آيزو كده كلها مذكورة في النصي فمن المهم أي فيديو ينزل في قناة سعودنولوجي أتمنى تراجعون المقال النصي الكاميرا تستخدم تقنية الـ SLT يعني سوني أتقنتها بشكل رهيب يعني سوني جت تقريبا إنها احتكرت هذا النوع وحطت في كاميراتها معالج قوي عشان نظامها الذاكي اللي بس تعرض عليكم أيضا وش يقدر يسويلك سواء أنت محترف ولما أنت محترف ترى الكاميرا بتسويلك أشياء كثيرة لكن لازم تنتبه ترى كاميرا ما راح تسويلك أي شيء ليش طيب ما راح تسويلي أي شيء؟ مثلا أنا معي 5D قلوا يصور تصوير سريع 5D تصوير أربع صور فقط طب الكاميرا ما تقدر تسويلي تصوير سريع ويش يسوي؟ أنت اللي تتحكم في الكاميرا لا تخلي الكاميرا تتحكم فيك فبالتالي أنت بتخترع طريقة إلا بأخليها تصوير سريع حتى وهي أربع صور فبالتالي تقدر تصوير سريع يعني قد غطيت أشياء كثيرة تطلب تصوير سريع بال5D وما عندي أي مشكلة لأنك أنت من خلال التجربة ومن خلال يعني من خلال الورطات اللي تطيح فيها أو شيء زي كذا تدور لك حلول فبالتالي ما في شيء اسمه ما في حل ما في شيء اسمه ما في حل وتذكر ترى أنت اللي تتحكم في الكاميرا ما به اللي تتحكم فيك ونرجع للموضوع SLT طبعا SLT الثابت اللي يختلف عن نظام DSLR أنه متحرك فهذا الثابت ووش وظيفته ووش فايتته فايتته أنه يساعد الكاميرا أنها تلتقط صور بشكل أسرع وأن الفوكس يصير فيه صاروخ يعني مثلا من خلال تجربة أنا جربته 7D 7D ثمان صور تقريبا في الثانية فلازم تطلع الصورتين لذلك الصور بفوكس فيها غلط طبعا هذا وأنا مضبط الإعدادات والنور يعني يساعدها تصوير السريع لكن مع السوني وأنا ما أشاهد الفيو فايندر من الشاشة الخارجية بما أن الفوكس سريع مع هذه التقنية وتشوف كل نقاط الفوكس في الشاشة الخارجية وليس بلازم فيه فايندر ما وجدت ولا صورة غلط فعشان ما يجون حقين الكانون ولا يجون حقين النكون وكذا المسألة ما بمسألة عنصرية هي مسألة وجهة نظر وتجربة فبالتالي انت حب كانون استخدم كانون نيكون استخدم نيكون سوني استخدم سوني ومن الآخر أنا استخدم نيكون وسوني وقريب إن شاء الله باستخدم نيكون يعني هي ليس بسالفة ترى والله أنا خلاص حبيت شركة فبأكره شركة ثانية لا تخليك ذكي واستخدم اللي تقدر عليه عشان يكون عندك مخزون معلومات وعندك يعني خبرة أكثر طبعا النقطة سلبية في نظام الـ SLT إن يكون معدل الآيزو أعلى بشكل طفيف جدا عن الـ SLR طبعا هذا إذا قلنا إنك مثلا بتاخذ الصورة بحجمها الطبيعي وتسوي لها طباعة يعني بتلاحظ الفرق طفيف جدا في الآيزو طبعا كان في عيب في الآي 55 أثناء تصوير الفيديو يعني ما تجلسك 5 دقائق 7 دقائق إلا السنسور يحتر فتطف الكاميرا فلازم تنتظرها عشان تصور فيديو من جديد لكن مع الـ A77 صورت Full HD مدة 20 دقيقة بتغطية مؤتمر البلاي ستيشن فيتا وما طفت الآن راح نتحدث عن شكل الكاميرا وتصميمها هنا طبعا مايك استيريو هنا الوضعيات طبعا كل الوضعيات مثلا خلنا لاحظ هنا وضعية الـ M والـ S والـ A والـ P والـ Auto والـ Auto وهذا الوضعية اللي هي الـ SCN طبعا هذه من ذكاء نظام سوني وهذه بانوراما بدون حامل وهنا 3D بدون حامل و 12 صورة في الثانية وهنا الفيديو وهنا عاد الـ MR و زي ما تلاحظون في الشكل هنا شاشة المعلومات فوق وهذه الشاشة الخارجية الشاشة الخارجية تحمل خصائص كثير انك تقدر تعدل وضعيتها بهذا الشكل تقدر تحطها فوق تقدر تلف الشاشة بهذا الشكل لاحظوا لفيناها الحين تقدر تنزل وتستخدم في هذا الشكل تقدر تميلها تقدر ترفاحها لآخر يعني تقدر تستخدمها باستخدامات كثير طبعا الأشياء الأخرى الأزرار هذه كل زر طبعا له وظيفة وهنا تسجيل الفيديو وهنا حق المينيو وهنا راح تلاحظون زي البكرة هذه خاصة بالفوكس وتحديد الفوكس تخليها منوال ولا تخليه سنتر ولا تخليه السبورت إلى آخر الآن بنتحدث عن النظام طبعا السي ان نضع السي ان لكي نوريكم الخصائص الكويسة في النظام أول ما تضع عليه بيجيك عدة خيارات هذا خيار الاهتزاز مثلا ما معك حامل وانت في الليل هذا الخيار يصور لك خمس صور وربعه يعني لاحظوا بيختار أحسن صورة فيهم نصولها بروسسسينك ويحدد أي صورة فيهم أقل اهتزازاً أو ما عدي شو يسوي هم شي يطير لك الاهتزاز طيب خنشوف خيارات ثانية نشوف سرعة التصوير في الكاميرا خنشوف خنضغطها مرة واحدة يعني بلا استهبال خنشوف الفوكس فيها لاحظوا الفوكس كيف يتغير شوفوا النقاط الخضرة تمشي مع الهدف عندي خيار التراك لو بنستخدمه نروح للمنوال Fn طبعاً هذه ميزة نظام السوني كل شي موجود هنا أضغط Fn تلك كل شي تبغى تفعل ما تبغى تفعل كل الأنظمة موجودة أمام عينك يعني كل الخيارات فمثلاً الحين أنا بقى أسوي تراك على هذا الشي بحدد التراك على شي مهين مثلاً هذا لاحظوا التراك وشون يتحرك أميل ما يروح معي أميل ما يروح معي يروح مع الشي اللي حددت عليه لاحظوا المربع نروح للبانوراما بانوراما بدون حامل سوالي صورة بانورامية على طول بدون فتشوب بدون أي شي على طول دماجها لي خلونا نروح للثري دي تبعاً ثري دي هذي صورة ثري دي ها تقدر تستخدم الصورة هذية بس مداحة أقوى من البانوراما هنسوالنا صورة ثري دي في دقيقتين تماجها لي وانتهينا مو بدقيقتين أصي أقل من عشر ثواني طبعاً نتكلم من الخيارات الأخرى اللي غير هنا النايت اذا كان النايت تحطه ديو و ماكرو اي شي سبورت هذي ميزتها انها ذكية مع النظام مثلاً انت ما تبغى تضيع وقت وتشتغل المنوال وكذا مجرد انك تحط سبورت يحول كل الاعدادات للسبورت زي ما ذكرتلكم في السابق الشاشة الخارجية تقدر تشوف فيها نقاط الفوكس وحركة النقاط اي شي تقدر تشوف من شاشة خارجية وكذلك من خلال بيو فايندر اكتروني يعني بيو فايندر مين ستنى كمديك اذا التقدت صورة تشوفها من جوة البيو فايندر تشوف كل الاعدادات من جوة البيو فايندر وهذه مين ستنى اكتروني لكن بنتكلم عن التأثيرات اللي هي 15 افك تتقدمها في الكاميرا وتشوفها بشكل حي راح نفن نروح للتأثيرات هنا طبعاً ما تشتغل إلا على الجي بي جي ما تشتغل على العادي يعني لاحظوا تأثيرات تغير مثلا HDR العزل النوني ثم تبين لك يعني اللون الأحمر يعني تعزل كل شي وتخلي اللون الأحمر وشها زي كده من ال HDR طبعاً عشان نجرب ال HDR الحين نروح HDR من هنا نجرب خذها لنا ثلاث الصور دمجهم سواء بشكل سريع الأحثوس صاروخ فبالتالي لاحظوا على طول طلعنا ال HDR تتحكم بدرجة ال HDR الموجود تخليه لفل 1 لفل 2 4 5 6 خليه 6 أعلى شي ونيجي خذها لنا أربع صور بدل ثلاث لاحظوا الفرق الصورة كيف صارت هذه طبعاً سالفة الإفكتات والنظام كيف يقدر يسوي لك أشياء ويحللك ورطات ممكن تتجنبها في المستقبل كما شفت في المقال يعني فصلنا بسالفة السوني A77 ونظامها مش تقدر تسويلك أتمنى يكون المقال مفيد للجميع والكاميرا يعني مقارنة بالمواصفات الخارقة اللي فيها وهذه كل المدونات الفوتوغرافية تقولها سعرها يعتبر جداً رخيص وأتمنى سالفة أنا كانون نيكون سوني وهذه ننساها هي سالفة وجهة نظر سالفة مستخدم يرتاح للمنيو هذا يرتاح للشركة هذه يحب الشركة هذه هي مي بسالفة ترى والله مسبحنا أكبر من مسبحكم وشا زي كذا لا هي سالفة أنا أحب أستخدم هذا الشي فلا تخلي الناس تجبرك تستخدم شي معين انت تستخدم الشي اللي انت مرتاح له وانت تقدر تنتج عليه لأنك انت إذا شريت الكاميرا ترى الناس من جاي أتعلمك والله تستخدمها كذا وترى بتسوي لي كذا لا تحترى إنتاج منك انت ما تحترى إنتاج من الناس ويلا يعطيك ملعاب